طيب حضراتكم لو خدتوا بالكم وركزتوا الرئيس وهو يتحدث في هذه الجملة انه بدأ التصفيق داخل القاعة لو حضراتك كنت مركز فالرئيس قال ايه من فضلكم من فضلكم علشان يهدي القاعة عشان يقدر يستكمل كلامه ولانه بالمناسبة هو مش بيتكلم علشان منتظر التصفيق ولما استكمل كلامه بدأ التصفيق تاني وبشكل اكثر كثافة داخل القاعة اللي قاعد في القاعة دي زعماء الدنيا او قادة ورؤساء وامراء وملوك وصلاطين هذا الكوكب واذا سمح لي الجميع الكلمة دي الجمل دي في هذا المحفل الدولي ده احنا هنا بينتقل بينا الرئيس من القائد للزعيم هي دي المرحلة وانا بتكلم بجد واعي جيدا ما اقول واعنيه بالحرف الواحد احنا مش بيقولك احنا بقى في مصر شايفين ايه قدام العالم الرئيس هو رئيس جمهورية مصر العربية هو القائد المصري تمام العالم دلوقتي يبدأ مش بيقولك بدأ او خلاص اي قناة او العالم الان يبدأ في النظر الى الرئيس المصري كزعامة على انه مستوى مش المستوى المحلي المستوى مش بس الاقليمي على المستوى الدولي الجملتين او التلت او الاربع او العشر جمل مش دي قصة دلوقتي هذا المقتطع او المقتطف الصوتي بينتقل به رئيس جمهورية مصر العربية من منطقة الرئاسة والقيادة الى منطقة الزعامة كيفما يراها العالم مش الاعلام المصري طيب دلل على دا يا يوسف عناية اولا الاعلام الروسي ثانيا واشنطن بوست ثالثا تايم رابعا رويترز خامسا ان بي ار اخلص وقت الحلقة وانا بحكي لك سادسا سي ان ان مش انت بتحب سي ان ان في مواطن يقولك لو سي ان ان قالت يبقى خلاص طيب سي ان ان قالت وعرضها لكم على الشاشة عشان الكلام ما هواش مطلق على علاته يعني سي ان ان شافت كده وافردت مساحة لعرض وتحليل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الحرب الروسية الاوكرانية دي سي ان ان قدام سياد تكاهل لو حضركوا عايزين تجيبوها على الشاشة يبقى برضو كويس باعتبر ان المزيع بجد عجز ومش بس هتبقى نظارة قرية او هي نظارة قرية بقى لها يجي سنتين ثلاثة ده هتبقى نظارة نظر اهو ايجيبت سي ان ان بتقوله هو ترجمته النصية مش الحرفية انه الرئيس المصري يدعو لانهاء الحرب الاوكرانية في مؤتمر كبير للمناخ هو موجود تحت زي ما حضراتكم شايفين الصورة ثم الوصف بتاع الصورة ثم العرض تعالى على واشنطن بوست لو انت كملت بعد كده في نفس ده عشان كده احنا عرضينه قدامك وتقدر تخش على واشنطن بوست كان النشر الساعة 12.39 دقيقة العصر لا انا شايف كويس النديم زميلي اخوها النديم والله خاف على النظر قال له انا جابلك حاجة اكبر لا ما لسه ما بزيتش قوي نديم للدرجات لكن لو انت كملت العرض واتمنى ان المشاهد يبقى شايف كويس جدا ده على التوقيت الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الامريكية ده اهو ده لو انت كملت الخبر هتلاقي واشنطن بوست وهي ايضا تعطي مساحة لائقة وايضا تحليلا لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة شبكة ام بي اير نفس القصة وكالة رويترز نفس القصة مجلة التايم الامريكية نفس القصة